اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان توطيد مملكة البحرين وللعام السادس على التوالي ريادتها في حماية وتعزيز حقوق الانسان وترسيخ مكانتها ضمن الفئة الاولى في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص وفقا لتقرير وزارة الخارجية الامريكية يعد ثمرة للنهج الانساني الحضاري وانعكاسا للتوجيهات الحكيمة المستمرة من جلالة ملك البلاد المعظم واوضح الصالح ان احتفاظ المملكة بمركزها الحقوقي المتقدم دوليا يؤكد متانة المنظومة الدستورية والتشريعية والقضائية المتقدمة لدى المملكة ورصانة ثوابتها وقيمها التاريخية في صون مبادئ حقوق الانسان وكرامته وتقدم معالي رئيس مجلس الشورى باسماءات التهني والتبركات لجلالة الملك المعظم ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة هذا الانجاز الحقوقي النوعي مثمنا جهود كافة الوزرات والمؤسسات والهيئات والاجهزة التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز الدولي لمملكة البحرين وابدى معالي حرص السلطة التشريعية الدائم على تعزيز مسارات التعاون الفاعل مع الحكومة وإثراء مجالات التنسيق والعمل المشترك الذي يرتقي أكثر بمكانة المملكة الحقوقية وإبراز منجزاتها على المستويين الإقليمي والدولي في هذا المجال